تحت وطأة الجفاف والحرارة باتت تعيش معظم الدول الأوروبية مع تحذيرات من الأسوأ بحسب برنامج مراقبة الأرض إذ أشار تقرير إلى أن عدداً من دول الاتحاد الأوروبي قد تتعرض لثلاثة أشهر أخرى من التقس الحار والجفاف مما يضاعف أزمة الغذاء والطاقة جفاف كبير طال القارة العجوز وحول أنهاراً حيوية فيها إلى برك مياه عادية وجعل غاباتها ساحة قاحلة بأشجار متفحمة التقرير أشار أيضاً إلى أن الجفاف قد يطال في الأشهر القادمة دولاً خارج الاتحاد الأوروبي كبريطانيا وصربيا وأوكرانيا ووندوفا برنامج مراقبة الأرض حلل الأسباب وتوصل في تقريره إلى أن نقص الأمطار وموجات الحر التي شهدتها أوروبا منذ شهر مايو أدت كلها إلى انتشار تقص جاف وانخفاض مستويات الأنهار نقص المياه والإجهاد الحراري أدى أيضاً إلى تراجع المحاصيل الأوروبية مع العلم بأن بعض المناطق ساعدتها الأمطار الأخيرة التي سقطت في شهر أغسطس الجاري خبراء يتوقعون